احلى فنجان قهوة هو اللي بنعمله وباشربه معاكم. تعالي اقول لك بقى ازاي تختاري البن صح? وكمان تجيبين منين. انا النهاردة جايبا لكم مكان بصراحة حلو جدا. انا لما جربته وشربت من عنده البن ولقيته بصراحة تحفى وحكاية قلت اقول لكم عليه. بن البهنساوي ده فيه منه تلت فروع فيه في السيدة زينب وفيه في مدينة نصر وفيه في الهضبة في المقطم. عايز اقول لكم تحفى حكاية. اللي بتحب مسلا تحوجة معينة انت بتروح تقول له عليها وهو بيعمل هالك وانت وقفة. حتى البن بيتطحن وانت وقفة. تمام? علشان لو عايزها عايزها بقى سادة عايزها محوج عايزها ايا يكن لك تحوجة مسلا اه معينة انت بتحب بيها فبتقول له عليها وهو بيعمل هالك في ساعتها. اه هنا ده نوع اه ده عوج فاتح. انا بحب تحوجته خفيفة كده مش تقيلة. اه ده اسمها التحوجة دي هو بيعملها لك كده اسمها بيحط لك كده كل حاجة على خفيف. يعني تحوجة كده على الهادي مش مش تقيلة تتعب يعني. اه وبحب فاتح بصراحة ما بقدرش انا على الغامق. فانت بقى لو ليكي مسلا تحوجة معينة عارفاها بتقول له له هو بيعمل هالك. عايز اقول لكم انه هو حلو جدا. انا بعرف البن الحلو او الوحش منين بصراحة اه بتفرق معايا قوي ريحة التحوجة كده تكون زهرة وانت بتقدر يتحفزي على ريحة التحوجة دي. اه انها تفضل في البن عندك من اول معلقة الاخر معلقة على حسب العلبة. لازم تكون علبة بصي مش داخل لها اي هوى يعني الغطى بتاعها محكم قوي. علشان البن من الحاجات يعني الريحة بتاعت التحوجة والحاجات اللي فيه بتطير بسرعة. فانا بفضل يعني ان انت تختاري له علبة بقى غطها كابس كده تكون يعني محكمة قوي. علشان تحفز عليه. دي حاجة. حاجة تانية لازم طبعا تكون العلبة نشفة تماما قبل ما تحطي فيها حاجة. اه وطبعا قلنا قبل كده بلاش غسيل ببريل او صابون او الحاجات دي. علشان برضو ما تكرفش في العلبة بتاعتك. تاني حاجة بحب بحبها بصراحة في البن او بحكم عليها من البن ان هو بيكون ناعم. فيه بن كده بجيبه. اه بحس ان هو طحن ومش ناعم او يعني اه خشن شوية. دي بصراحة من الحاجات اللي بتدياني في البن ما بحبهاش. ولو لقيت المكان بيعمل البن بتاعه كده ما بكررش منه تاني. ولو اول مرة بجرب مسلا من مكان بجيب كمية صغيرة طبن مسلا ولا حاجة. اللي هو ايه اجربه الاول. حسيته تمام والبن بتاعه ناعم وتحويكته خفيفة كده وعلى مزاج يعني زي ما بطلوبها منه. ده اللي اوكي بقى تمام. ده اللي بقى اتعامل معاه يعني وبشتري منه. فانا بصراحة لما جربت البن بتاع البهن السابدة بصراحة عجبني جدا. ناعم جدا جدا جدا. ومعرفش كده بصراحة ليه تعمي تاني خالص. تحويكته جميلة جدا يعني من اكتر الاماكن او بتوع البن اللي جربتهم معجبني جدا. فانا قلت ما دام عارفة حاجة معزهاش عنكم. وخصوصا لو فيها اهوة. انت عارفين اي حاجة اه انا يعني تخص الاهوة بحب احكيها معاكم وقولها لكم. بس كده بعد كده بقى اي حاجة الفنجان القهوة دي راجعلك انت بقى. انت دي لازم تزبطي بقى فنجان قهوتك وتزبطي كده النار وآه نار هادية او لاما الكنكة دي حلوة السبرتية حلوة كل الحاجات دي حلوة المهمة تزبطي في انجانك.